مصر تشارك في احتفالية تحويل مجرى نهر الروفيجي بتنزانيا مصر تدين الاعتداء الذي استهدف تاقما طبيا للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا لعدد وفيات فيروس كورونا الثانية ظهرا الثانية عشر في جرينتش موجز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم شارك وزير الكهرباء والاسكان في الاحتفال بتحويل مجرى نهر الروفيجي لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسي بمشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس سينيراري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة 2115 ميجاوات وخلال الاحتفال ألقت دكتور عاصم القزار كلمة استهلها بنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس تنزانيا جون ماجوفولي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد ونجاح العملية الانتخابية وكذلك تهنئته بمناسبة الاحتفال بتحويل مجرى نهر الروفيجي كما توجه وزير الإسكان بالتهنئة لتنزانيا على نجاح هذا المشروع الضخم لتحقيق الطموحات في التنمية والرخاء وأكد الجزار أن الحكومة المصرية تضع نجاح هذا المشروع على أجندة أولوياتها وهناك متابعة مستمرة من الرئيس السيسي لمراحل تنفيذه أكد مسؤول التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب وسويدي إلكتريك والذي يتولى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء السد ومحطة جوليوس نيراني بدولة تنزانيا أن المشروع يعد برهانا على قدرة الشركات المصرية والإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها لتنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وخاصة في قارة إفريقيا وأوضح مسؤول التحالف أن تحويل مجرى النهر يعد أحد المراحل الرئيسية والضرورية بالمشروع لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسي بالأجزاء الواقعة داخل مجرى النهر مشيرين إلى أن تحويل مجرى النهر تطلب تنفيذ نفق بطول 703 أمطار وعرض 12 متراً وارتفاع 17 متراً تم تنفيذه في صخور شديدة الصلابة باستخدام النسف والمعدات الميكانيكية حيث تم تنفيذ أعمال حفر إجمالية تبلغ 445 ألف متر مكعب وتم تبطين جسم النفق ب45 ألف متر مكعب من الخرسانة شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي وجه مدبولي بقيام الوزراء باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم في أماكن العمل مشيراً إلى أن لكل وزارة الحق في تحديد أعداد العاملين وفق ما تقتضيه ظروف العمل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومن جهة أخرى وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائي للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة الأسبوع المقبل وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد الصرف مؤكداً أن الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة صلطت الضوء على حجم الإنجاز في المشروعات القومية وبأعلى معدلات الجودة أعربت مصر عن نبالغ إدانتها للاعتداء الذي استهدف تاقماً طبياً من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر رفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب مشددة على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف والمعاهدات والموثيق الدولية كما سمنت مصر الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمنية قالت وسائل أعلام سورية رسمية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السورية المحتلة على المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً من الصواريخ وأوضح تكالة الأنباء السورية أن العدوان الإسرائيلي أصفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة جنديين فضلاً عن وقوع بعض الخسائر المادية ومن جانبه أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيرانية والجيش السوري في سوريا رداً على قيام خلية بزرع بوات ناسفة على حدود الجولان بتوجيه من طهران أكد عضو بمجلس الشيوق الأمريكية ضرورة فرض عقوبات أمريكية على تركيا وأذربيجان بسبب الأزمة في إقليم ناجورنو كاراباخ وحثت الولايات المتحدة على تقديم 100 مليون دولار من المساعدات للأرمن لمنع حدوث كارثة إنسانية وصلت الليرة التركية تراجعها بفعل توقعات برفع للفائدة وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظة البنك المركزي الجديد والذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقضية سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات النجم عن فيروس كورونا بلغ 456 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى أكثر من 34 ألف وفا كما سجلت السلطات الروسية ما يقرب من 21 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون وتسعمائة وتسعين ألف إصابة انتهى الموجز الإخباري وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن ترادد إكسترا نيوز HD و12303 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي شكرا لكم مشاهدينا شكرا لكم